بسم الله الرحمن الرحيم معكم معلمة شيما سالم من مدارس الوطن العربي درسنا اليوم عنا للصف الثامن مادتنا الحاسوب درسنا اليوم يا ثامن يحكي عنا عن الحركات المخصصة وهو أساسا الدرس السادس عنا الموجود في الوحدة ومن هنا ممكن نتوصل عنا على المشروع الختامي اللي احنا نقوم عنا على عمله وإدراجه عنا على أجهزة الحواسيب بالنسبة لنا نستذكر مع بعضنا خطوات فتح البرنامج من Start All Program عنا Microsoft عنا Office مننزل عنا Microsoft عنا Powerpoint بتظهر عنا الشاشة أو الشريحة الرئيسية الموجودة عنا هي عبارة عن شريحة العنوان بتحتوي عنا على عنوان فرعي وعنوان رئيسي ممكن إدخال عنا اسم البرنامج أو اسم المشروع اللي يقوم عنا عليه زي مشروع عنا اللي كنا شغلين احنا في التوعية المائية ومن هون بنتوصل انه انا اذا بدأ غير عنا خلفية الشريحة بيكون عندي عدة خيارات لما احنا بنيجي بنحكي عنا عدة خيارات معناتو انا ممكن اضغط عنا على رايتيكليك عنا مباشرة بيظهر عندي الشاشة زي ما انتو ظاهرة عندكو تنسيق الخلفية ممكن اختار من ملف ادراج صورة ممكن تعبئة صورة او مادة ممكن تعبئة متدرجة وممكن انا اروح عنا على ديزاين واختار الشكل الخلفية الموجود عنا كما يظهر عنا في الشكل المراد موجود في الشاشة بنيجي بعدها يا ثامنة بنحكي احنا اذا بدنا ندرج عنا مربع نص مربع نص عنا ونختاره عنا من الشكل الموجود امامكو زي ما هو هنا بناخده على الشاشة مباشرة بيتم عنا عملية الكتابة فيه وممكن ادرج عنا صورة او ممكن ادرج عندي صورة تانية او ممكن ادرج عندي قصاصة فنية بنيجي بنحكي احنا اليوم في درسنا راح نتعرف عنا على الحركات المخصصة اما بالنسبة للشريحة او بالنسبة عنا للنصوص الموجودة عنا على شاشة عنا العرض التقديمي لما احنا بنيجي بنحكي عنا حركة للشريحة نفسها زي ما انتو شايفين يا ثامن احنا مخدرين كلمة حركات بناخد منها عنا شكل الحركة اللي احنا بناخدها للشريحة المرفقة او الموجودة عنا من خلالها هلا الموجودين احنا عنا عليه 2007 اللي شغالين عليه 2010 فيه اختلاف بسيط ممكن نشوف عنا ما بين الجهازين هلا مجرد ما انا اخترت عنا حركة مخصصة راح تكون الحركة المخصصة بعد ما انا حددت النص الموجود عندي ضغطت عنا على حركة مخصصة بيظهر عنا كلمة حركة مخصصة كما هو بالشكل الظاهر عنا مجرد ما انا حددتها اعطاني على اني حركة او عنه جزء انا حددت اللي اعمل له عنا عملية الحركة المخصصة منتبع بعديها تأثيرات عنا الحركة المخصصة لما انا ادخل على حركة مخصصة بتظهر عندي تأثيرات اضافة تأثير لنا الدخول ممكن اختار اي واحدة منهن بحيث انه يطلع عندي انقسام تجرد عنا تعليب اي شكل من الاشكال الموجودة امامنا هلا بالبريزنتيشن كمان حنتعرف عنا على اللي هو قطع اسفنجي للشريحة كاملة بحيث انه انا بعمل للشريحة الموجودة حاليا بين ايدينا انا ماخدتين عبارة عن مختطفات من الصور شورتكت للصورة عن الديسكتوب كامل عن البرزنتيشن اللي انا كنت شغال فيه للتقاف المالية بنسبة لكم وبنعرف عنا كيف انه ندرج فيها من خلالها الحركة المخصصة عنا والقطع الاسفنجي بنلاحظ انه احنا عنا في عنا عدة امور لازم احنا نتبه عليها في كلمة حركة مخصصة بالنسبة للصورة او بالنسبة للنص بنلاحظ انه انا بدي اياها الحركة تظهر عند النقر بالماوس او مع السابق مع الشريحة او مع النص التي سبقه او بعد السابق انه بعد ما اطلع انا صورة معينة او نص معين تظهر معاي الحركة اللي انا بحددها بحيث انه انتو بتلاحظين انه هي عبارة عن تعطيني مجموعة من الارقام المتواجدة عنا بالشكل اللي احنا بنتطلبه هلا واخر ايش بكون عنا يا تامي في الحركات المخصصة اللي هي السرعة ممكن انا اهدي في سرعة البرنامج اللي انا حقينه بحيث اني انا اعمل عليها عملية الادراج منطلع من البرنامج اللي احنا شغلينه ونفوته عنا على البرزنتيشن الاصلي اللي احنا اخدنا مقططفات الصور من عليه في الثقافة المالية لما احنا يجينا على الثقافة المالية تطلع معينة لما احنا ضفنا عنا الانسيت عنا على ديزاين حكينا هي عبارة عن تصميم عندنا الشرائح بحيث انه انا بختار خلفية الشريحة وضفت عندي الحركات المخصصة اللي احنا بنحتاجها لما نيجي نعمل على شكل الكاس كيف عملية الادراج بتتم عندنا بحيث اني انا ضفت حركة مخصصة لكل واحدة منهم بحيث انه حدد لي انه هي عبارة عن حركات مخصصة مجرد ما اضغط عندي على الاسكيب بخرج منها وبعمل تعديل للحركة اللي انا بدي اياها بحيث اني اروع على حركات مخصصة كمان مرة على واغير الحركة اللي انا بدي اعمل للهيها زي ما انتو شايفين عنا هون ممكن ان اغير لانه احنا عنا 2010 بيختلف عنا عن 2007 في عملية الحركات حتى بالنسبة عنا للشرائح نفسها نروع على ترانزيشن اللي هي حركات بتفرق معانا حركة الشريحة كاملة طلعي يا تامن كيف بتصير عنا شكل الشريحة او الحركة اللي بتكون لا الخلفية هلا هون بتبين معانا بطريقة اكتر اللي هي عبارة عن تتابة بتصير متداخلة بين بعضها البعض ومن هون من تعرف انه كل واحدة الها خصائصها والها ميزاتها وارجو منكم يا تامن استكمال الانشطة للي عنده اجهزة للي ما عنده يحفظ عندنا الخطوات الموجودة في الحركات المخصصة شكراً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكراً